تقدم رئيس حزب الوفد عبدالسند يماما بأوراق ترشح في الانتخابات الرئاسية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتضمنت أوراق الترشح الخاصة بيماما 27 تسكية من أعضاء مجلس النواب وقام رئيس حزب الوفد بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية وقدم تقرير الكشف الطبي والمستندات القانونية المنصوصة عليها لقبول أوراق الترشح ترجمة نانسي قنقر